ثلاثة أعوام مضت ولا قرار بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها إعلان حكومة العبادي حين ذاك نهاية الحرب على تنظيم الدولة لم يشفع للنازحين بالعودة مع انتفاء السبب الذي أدى لتهجيرهم في مخيمات نزوح مترامية في مناطق صحراوية شمال وغربي البلاد يقتنها حاليا أكثر من مليون نازح ممن لا يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم عوامل عدة تشترك في هذا المنع أبرزها سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على بلدات ومدن ترفض الانسحاب منها منذ سنوات أبرزها أجرف الصخر ويثرب عزيز بلاد وقرى الباعاج وسنجار ومخمور ومناطق أخرى شمال وغربية ووسط العراق فضلا عن أسباب تتعلق بتدمير منازلهم كما في الموصل والرمادي وبيجي هذا المنع أدى بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى تفاقم أوضاع النازحين المعيشية وانتشار الأمراض بصورة مخيفة فضلا عن تهديدهم اليوم بانتشار فيروس كورونا وما أعلن المفوضية طرحها مبادرة للعودة الطوعية خلال ستة أشهر تقول مصادر مطلعة من الحكومة أن انتشار فيروس كورونا تسبب بعرقلة الإجراءات الأمنية لهذه الخطوة حجة يبدو أن تحالف القوى غير مقتنع بها إذ يؤكد تعرض ملف النازحين لتسويف كبير لوجود جهة سياسية وميليشيات تمنع بالذات عودتهم لمصالح خاصة وتريد بقاء تلك المناطق غير قابلة للحياة ويبقى حلم العودة يؤرق حياة النازحين في العراق الذي يرى مراقبون أنه بالتأكيد ليس بيد الحكومة الحالية ولم يكن بيد من سبقتها ترجمة نانسي قنقر